هدوء حذر وترقب يسودان محافظة ديالا قبيل إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان خصوصا وأن بعض الأقضية والنواحي المتنازع عليها في المحافظة شملت به في مركز المحافظة خرجت تظاهرات تندد بإجراء الاستفتاء في هذه المناطق كونه سيؤجج الأوضاع في المحافظة ويشعل حربا أهلية ضحيتها المواطن البسيط بحسب مراقبين قضاء خانقين شمال شرق المحافظة يشهد استعدادات كبيرة لإجراء الاستفتاء حيث افتتح فيه 29 مركزا انتخابيا توزعت في مناطق القضاء وهذه المراكز لا تشمل نواحي القضاء كجلولاء والسعدية وقرتبة فيما اتخذت القوات الكردية إجراءات مشددة للحيلولة دون حصول أي خروقات أثناء إجراء الاستفتاء وتؤكد الحكومة المحلية في محافظة ديالا أنها لن تسمح بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها مهما كلفها الأمر فيما تصر الأطراف الكردية تمسكها بإجرائه بموعده المقرر وهذا قرار لا يمكن التراجع عنه بحسب قادة كرد للشرقي نيوز نهض الزيدي محافظة ديالا اشتركوا في القناة